أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إعادة الفريق أول ركن عبدالوهاب الساعدي إلى الخدمة وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب جاء ذلك خلال استعراضه لأبرز قرارات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اليوم تم انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء وتم اتخاذ مجموعة قرارات أولها أطلاق رواتب المتقاعدين وعدم السماح بتكرار تأخير هذه الرواتب قرار الثاني تشكيل لجنة عليا بالتقصى عن حقائق عن ما حدث في العراق منذ الأول من اكتوبر ولحد الآن وانصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحة وكذلك وجهنا الأجهزة الأمنية بإطلاق صراح كل المحتقلين الذين شاركوا في المظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى أن يتعاون في قضية إطلاق صراح من تم الحكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي وكذلك شكلنا لجهة خبراء لعادة تقييم كيفية مساعدة المفوضين على الانتخابات من أجل وصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة وكذلك شكلنا لجنة فيما يخص المفاوضات استراتيجية من عراق وولايات المتحدة الأمريكية بما يحمي سيادة العراق ووحدته وكذلك اتخذنا قرار فيما يخص البطل الصديق الفريق عبدالوهاب الساعدي إعادته إلى الخدمة إلى جهاز مكافحة الرهاب ومن ثم ترقيته لرئاسة جهاز مكافحة الرهاب ترجمة نانسي قنقر